ما هي برامج التخلص من السموم؟ ما هي السموم أصلاً؟ وكيف يمكن التخلص منها؟ هل هي مفيدة؟ ناجحة؟ هل هي سليمة؟ هل فيها مخاطر؟ هل هي مكلفة؟ تابعوا معنا السلام عليكم انتشرت فكرة التخلص من السموم في سنوات الماضية عبر العالم حتى وصلت سوقها الإجمالية عالمياً 51 مليار دولار سنة 2019 أولاً ما معنى التخلص من السموم؟ يقصد به التخلص من مواد كيميائية ضارة في أجسامنا تأتي إما من الأطعمة أو من البيئة من الأطعمة يفترض أننا الآن سنستخدم كثيراً الأطعمة أو الأغذية المعالجة يعني التي يضاف لها مواد حافظة أو مثلاً ملونات أو أطعمة أو ذوق معين إصطناعي ويفترض أن هذه الإضافات الإصطناعية تأتي بمواد كيميائية يقال أنها كثيراً ما تكون ضارة فنريد التخلص منها ثم هناك في البيئة إما الملوثات من المصانع والسيارات التي حولنا أو التدخين الذي حولنا إلى آخره يدخلوا في أجسامنا بعض المواد الكيميائية نيكوتين وغيرها نريد التخلص منها طيب كيف يتم التخلص منها؟ يقال أن التخلص منها يمكن أن يتم بعدة طرق واحد إما طرق من الصيام معينة ليس بالضرورة صيامنا نحن المسلمين يعني لا أكل ولا شرب إلى آخره من الفجر إلى الغروب ولكن هناك أنواع من الصيام يصوم المرء مثلاً طول النهار 16 ساعة يوم على يوم أنواع من الصيام أو أن يحصر نفسه في نظام الغذاء على إما الخضار والفواكه فقط أو مثلاً عصائر فقط عصائر تكون أيضاً نباتية أو يكون هناك أعشاب أو بعض الأطعمة المحددة التي يفترض أنها تساعد في التخلص من هذه السموم أو هذه المواد الكيميائية الضارة المشكلة أن هذه البرامج من التخلص من السموم لا تحدد لا ما هي المواد الكيميائية التي تسمى سموم وسنتخلص منها واحد ولا ما هي الآليات التي الجسم يعمل من خلالها عبر هذه البرامج سواء كانت صيام أو عصائر أو مواد طبيعية أو أعشاب أو كذا كيف يتم كل هذا؟ لكن لماذا انتشرت هذه كثيراً؟ انتشرت لأن الناس يعتبرون أن فعلاً حياتنا صارت إصطناعية أكثر كيميائية أكثر ويجب العودة إلى النظم خاصة النظم الغذائية العادية الطبيعية التي كان عليها أجدادنا واحد اثنين أننا سادت عندنا الآن مسألة تخفيف الوزن يعني الآن صار الناس فعلاً مهوسين بمسألة تخفيف الوزن ولكن لأن صار هناك رد فعل بمسألة تخفيف الوزن صار الناس مثلاً الذين لا يستطيعون تخفيف الوزن أو لديهم وزن زيادة بطبيعة أجسامهم يقولون لماذا دائماً يعني تقدموننا كأننا نحن مذنبون وعندنا مشكلة طيب أين المشكلة إذا أنا وزني زائد عن المتوسط فأين المشكلة؟ فتحولت مسألة التخفيف من الوزن أو النحافة كان دائماً يعني الموديلات هؤلاء يعني عارضي الأزياء إلى أخير دائماً يقدمونهم لأنهم دائماً نحيفين خففوا الممثلين والممثلات يعني نحيفين دائماً الآن تحولت المسألة من النحافة إلى الصحية النظام الصحي قلت لازم تأخذ أنت غذاء صحي نمط حياة صحي ما يقول لك خفف وزنك إلى أخير ولكن يقال لك هكذا بطريقة غير مباشرة لكن هذه الأنظمة التي تتخلص من السموم مثل ما قلنا هذه العصائر إلى أخير ستساعدك بطريقة غير مباشرة على الحفاظ على نظام صحي وبنفس الوقت على الوصول إلى النحافة طيب هذه الطرق هذه هل فعلاً تنجح؟ هل لديها فعالية معينة؟ ما هي النتائج من الكليات الصحية من الدوريات الصحية من الباحثين في الطب إلى أخير ماذا يقولون؟ تشير الأبحاث أولاً أن العصائر وأنواع الشاي هذه التي يوصى بها وتباع ويروج لها إلى أخيره هذه لا تساعد الجسم على التخلص من هذه السموم وقلنا هذه السموم هي مواد كيميائية معينة أكثر مما يفعل الجسم نفسه لماذا؟ لأن الجسم نفسه أصلاً لديه آليات للتخلص من هذه المواد الضارة ما هي المواد الضارة؟ قلنا هي مواد كيميائية أو هي نتاج لعمليات كيميائية أو حيوية هضمية تتم داخل الجسم فمن خلال الهضم هذا طبعاً يكون هناك إفراز لبعض المواد كيميائية أو غيرها الجسم يعرف أن هذه المواد يجب التخلص منها كيف تخلص منها؟ لديه عدة أعضاء داخل الجسم هي التي مكلفة بتصفية الجسم من هذه النفايات خلنا نسميها أو هذه المخلفات من العمليات الهضمية العادية منها الكبد مثلاً الكبد ماذا يفعل؟ يذيب المواد الضارة هذه المخرجات أو النفايات يذيبها في الدم وفي السوائل الأخرى التي يفرزها الجسم حتى يتم التخلص منها إما من المخارج المعروفة في الجسم أو عن طريق العرق فهذه دور الكبد جزئياً أنه يقوم بهذه التصفية وهذا التخلص ثانياً هناك الكلا تخلص الجسم مما ينتج من مواد غير مرغوب فيها من جراء هذه العمليات الحيوية الطبيعية التي تحدث في الجسم ثالثاً الأمعاء التي لدينا سواء القولون أو الأمعاء الخفيفة هذه محملة ببكتيريا بكتيريا جيدة البكتيريا ليس كلها سيئة يعني تسمى عادة يشر إليها أنها مايكروبات لكن المايكروبات هي بكتيريا بعض البكتيريا تكون ضارة وتعطي أمراض ويجب التخلص منها عن طريق المضادات الحيوية وغيرها ولكن هناك بكتيريا جيدة تساعد في الهضم تساعد على نقل المواد أو الأطعمة على استخراج بعض المواد المفيدة جداً من الأطعمة يعني عملية الهضم هذه كيف نخرج منها بعض المواد المهمة التي يحتاجها القلب يحتاجها الدماغ إلى آخره فهذه كلها الجسم يقوم بها بطريقة طبيعية فلم يثبت طبيياً أن هذه الطرق الأخرى الجديدة التي ابتكرت لدينا ويقال يعني خذوا هذه العصائر وخذوا هذه أنواع الشاي وعملوا كذا وعملوا كذا ستخلصكم من المواد الكيميائية الضارة لم يثبت أن هذه الطرق تساعد الجسم على القيام بذلك أكثر مما يقوم به الجسم نفسه طيب وما الضرر يعني طيب إذا قال شخص طيب وأنا إذا أخذت عصائر كثيرة يعني مثلاً أو صمت لي يعني يوم على يوم أو كذا يعني هل هناك مخاطر أولاً يجب الانتباه أن كثير من هذه المواد أو العصائر أو الشايات أو كذا التي يأخذها الإنسان يعني تخلص الجسم من السوائل بشكل زائد زيادة أكثر مما يجب وبالتالي يحدث عندنا يعني تجفف شوية في الجسم لأنه هناك إخراج زائد هذا الإخراج فعلاً يخلص الجسم من كثير من المواد يخفف الوزن ولكن في نفس الوقت يخلصنا من السوائل أكثر مما يجب ثانياً هذا التخليص من السوائل يؤدي أحياناً إلى اختلال في ما يسمى التوازن الإلكتروليتي ما هي الإلكترولايتس هذه الإلكتروليتي؟ هي معادن في السوائل معادن مثل البوتاسيوم الصوديوم إلى آخره التي هي يحتاجها الجسم يحتاجها الدماغ في عمليات كأربائية معينة يحتاجها القلب في عمليات كهربائية وحيوية معينة فيحتاج لنا مستويات معينة من البوتاسيوم من السوديوم من المانيزيوم ربما أحياناً بعضكم يعني يلاحظ نفسه أنه يصير عنده تشنجات هكذا في العضلات يصير عندك فعندما نذهب إلى الطبيب يقول له تشنجات أحياناً إذا لعبت أو إذا جريت أو إذا جلست بطريقة معينة يقول لك خذ ماغنيزيوم خذ لك هذه المعادن الخاصة التي في العادة تكون عادية متوسطة في الجسم أحياناً تكون يعني غير متوازنة تقل قليلاً لذلك يحتاج تعويضها فهذه الطرق التي يفترض أنها تخلصنا من السموم تؤدي أحياناً إلى التخلص من هذه المعادن المهمة جداً في الجسم ثالثاً تؤدي هذه الطرق إذا لم تكن مضبوطة إلى سوء تغذية بأي معنى؟ بمعنى أنها تخلص الجسم من الدهون وهذا مهم جداً لكثير من العضلات والدماغ وإلى آخره تحتاج كمية من الدهون ولكن هذه العصائر الخضروات وفواكه وغيرها والشاي لآخره هذه لا توفر لنا الدهون الكافية وأحياناً لا توفر لنا حتى البروتينات الكافية وبالتاني يصير عندنا سوء تغذية بل يصير عندنا قلة سعرات حرارية كالوريز يعني يصير عندنا الكالوري الموجودة عندنا كل يوم أقل مما يجب فالجسم يصير لا يستطيع أن يعمل بطريقة سليمة يصير عندك أنت تعب بسرعة يصير عندك تشنجات في العضلات إلى آخر إلى آخره فهذه يحتاج الإنسان أنه لا يدخل في هذه النظم التي يفترض أنها تخلصنا من السموم ولكن تؤدي في الأخير إلى تخلصنا من كثير من المواد الغذائية الهامة جداً في حياتنا وأخيراً طبعاً هذه البرامج التي تخلص من السموم يعني ليست رخيصة يعني مكلفة لماذا مكلفة؟ لأنه أولاً يحتاج لك خضروات كثيرة ومنوعة وفواكه ممكن الإنسان يقول ولكن هذا من التغذية الصحية أشتري أنا دائماً فواكه وخضار بل يفضل أن الإنسان يكون غالب التغذية مبنية على الخضار والفواكه مع شيء من اللحوم، بروتينات، بيت إلى آخره ولكن في نفس الوقت يعني معظم هذه البرامج تطلب من الناس أن يشتروا مكملات غذائية معينة هذه تكون مكلفة يعطيك مثلاً أنواع خاصة من الشاي يقول لك لازم تشتري وتشرب هذا وتزيد وووافة هذه تكون مكلفة أيضاً خلاصة القول أن يجب الإنسان أن يلتزم بنظام غذائي صحي متوازن طبيعي عادي وأن لا يمشي في هذه الطرق التي لم يثبت أولاً أنها تخلصنا من أي سموم وثانياً أنها تؤدي بنا إلى عدم توازن في نظام التغذية ويكون لها عواقب أحياناً خفيفة وأحياناً كبيرة في أجسامنا شكراً لكم على المتابعة السلام عليكم شكراً لكم